متابعية الأعزاء اليومية أبو مطران محبكم أبو مطران اليوم معاه قصة لكم ويا موضوع خاص عن الصداقة في زماننا الماضي والصداقة اليوم في الزمن الحاضر والمستقبل الحقيقة الصداقة اليوم كانت في الماضي شوف الآن تعرفون أنتم الفرق وأنتم الحكم على كلامي هذا إن كان صحيح صحيح ما هو صحيح أكتبوا تعليقاتكم وأكتبوا اشتراكاتكم إذا كان الموضوع عجبكم ما عجبكم ما عليكم يعني شيء لا يخصر كل فلوس ولا يخصر كل شيء أكتب اللي شيء يكتب اشتراكه واللي شيء يحط لها كل شيء وتعليقه يشوف هل أنا في الصواب وفي الطريق الصحيح عن شرحي وتوضيحي للعلاقة بين الماضي والحاضر اليوم اللي نعيشه ولا أنا غلطان ويقول لي في تعليقه بغلطي علشان اللهم أعلم لأنه كل واحد يدلي بدلوا في هذا الموضوع الحقيقة هو الحاجة الصداقة في الماضي كانت الصداقة رابطة اجتماعية تربط الناس بعضهم ببعض وتربط الشباب بعضهم ببعض يتصامرون سوا ويخرجون مع بعض البعض ويسألوا البعض عن الآخر إذا لم يره ولم يجدوا حتى في المسجد إذا ما أحنا اليوم الواحد يغيب ثلاثين أربعين أحد قالوا في المسجد ما لا فلان ما قدرنا ولا قدر شفنا حاجة واضحة وأن عيشها بأنفسنا إلا اللي سمعنا أبو فلان قالوا والله سامعنا أبو عدة قالوا خميد مريض ولا قالوا يعني مات سمعنا عنه مات ولا قالوا الآن وضع مزري ما هو كالأول بعضهم حس ببعض حتى لو معاهم شوي قطيبة يتقاسمونها كلهم الناس ولو معاهم أي حاجة والناس تحس ببعض والكل واحد تضح قدام ثاني أكمل معاكم الكلام ويتعاونون فيما بينهم حتى أذكر موقفا لشخص ما حين استخرج أحد الشباب رخصة قيادة كيف قام بتعليم الناس وتعليم الأصدقاء وتعليم أصدقائه قيادة السيارة بسيارة أبوه وتبقى هذه العلاقة بينهم خالية من المصالح والأطماع الشخصية فتحولت هذه الصداقة إلى أخوة أبدية وكانت الصداقة قديما ذات قيمة اجتماعية كبيرة أما اليوم للأسف على الحاضر والمستقبل أما اليوم فأنا أقولها للأسف على الحاضر والمستقبل على الصداقة كيف تحولت من علاقة اجتماعية قديمة بين الناس إلى علاقة تجارية وأول مرة أحس نفسي أجد نفسي عاجز كل العجز أن أجد شيئا أقوله عن الصداقة في الوقت الحاضر وما وصلت إليه اليوم وما وصلت إليه من استغلال لهذه العلاقة إلى أطماع وجسر للوصول للمبتغى وبعدها تنتهي صلاحيتها وما أقول إلا وما أقول إلا الله يرحم أيام زمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته